اهلا بكم الجديد في حصة مغاربية تصدر الرئيس التونسي قيسي سعيد نواية تصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة حيث حصل على 90.1% بحسب استطلاع للرأي عشرته شركة سيجما كونسي كما حظي سعيد بثقة كبيرة لدى نحو 72% من التونسيين بعد نحو شهرين من اعلانه الاجراءات الاستثنائية في المقابل اظهرت نتائج والاستطلاع بقاء حضوض الحزب الدستوري الحر في الانتخابات التشريعية وافرة بحوالي 34% بينما تراجعت حركة النهضة الى المركز الثالث منواية تصويت لم تتجاوز 12% وبحسب مراقبين فان هذه النتائج اكدت ارتفاع شعبية الرئيس والتراجع القوى المناهضة له وهو ما تجلى في فشل هذه القوى على تعبئة الشارع ضد الرئيس ما يعني ان خصوم سعيد فقدوا ورقة الشارع منذ 25 شهرية مرة اخرى يحافظ الرئيس التونسي قيس سعيد على صدارة الترتيب في نسب ثقة الشارع ونواية تصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة باكثر من 90% وتشير الارقام التي تقدمها شركة سيجما كونساي الى تشبث جزء هام من الرأي العام التونسي بقرارات سعيد وخطواته الاخيرة وهو ما يفسر وفق بعض القراءات انعدام الثقة في مؤسسات الحكم التي كانت تحت سيطرة حركة النهضة كالبرلمان والحكومة مع تطلع التونسيين الى مصار سياسي جديد يقطع مع المنظومة الاخوانية نتائج صبر الاراء تؤكد مرة اخرى بانه ورغم تأخر قيس سعيد في العلان عن رئيس حكومة وحتى في العلان عن خارطة طريق لما ستكون له الحياة السياسية والمشهد خلال الاشهر القادمة اعتقد بانه لا زال لحد الال هناك ثقة هناك شعبية لرئيس الجمهورية قيس سعيد رغم كما قلت رغم الغموض ورغم تأخره في الاعلان عن خطته ورويته للمرحلة المقبلة ومن جهتها تحركت بعض اذرع الاحزاب المعارضة لسعيد في وقفة احتجاجية طالبت بتراجعه عن تعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب فيما يشدد انصار سعيد على صحة هذه القرارات ودعمهم لها ما قد يدفع بالشارع نحو حالة من الانقسام والتصادم لن تنتهي الا بوضوح الصورة وتعيين الحكومة الجديدة وفق بعض الاراء اعتقد ان الخروج يوم السبت الى الشارع لم يكن مدروسا ربما من خصوم قيس سعيد الذين ارادوه استعراضا جماهيريا لكنهم فشلوا في حشد حتى ربما اقل من الف من انصارهم وهذا ما مكن انصار قيس سعيد من اللحاق بالمظاهرة وتحويل وجهتها من معادية له الى مناصرة له واستطاعوا فرض كلمتهم في الشارع رغم ان الاحتكام الى الشارع في المحسلة من اي طرف السياسي كان له عواقب وخيمة ومنذ الخامس والعشرين من يوليو تاريخ تغير المصار السياسي اصبح الشارع يمثل ورقة اساسية في توجهات الرئيس التونسي وقراراته بغض النظر عن محاولات الاحزاب حشد انصارها للانقلاب عليها مرة اخرى يتصدر الرئيس التونسي نواية تصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم عدم الاعلان الى حد الان عن الحكومة الجديدة وضببية المشهد السياسي ما قد يجعل من الشارع التونسي وفق عدد من المراقبين ساحة للاختلافات والتجاذبات بين مؤيدي سعيد ومعارضيه نجلاء بوخريس الغدس تونس في غضون ذلك قال الرئيس التونسي قيس سعيد ان التدابير الاستثنائية الجارية في البلاد سوف تستمر وخلال كلمته في ولاية سيدي بوزيد اضاف سعيد انه سيتم اغتيار رئيس جديد للحكومة بناء على هذه الاحكام الاستثنائية وانه سيتم تقديم مشروع قانون جديد لانتخاب البرلمان سنتواصل هذه التدابير الاستثنائية سنتواصل هذه التدابير الاستثنائية وقد تم وروا احكام انتقانية وسيتم تقديم رئيس حكومة ولكن ستكون فيه الاحكام الانتقانية التي تستشهر مرادتكم كما سيتم انشاء الله ومورسلوا القانون الانتخابي الجميل حتى يكون البعض الذي در انتخابه بسيولاً على الاخير وليس هذا من مدعاً اضلاقاً فهو بالجولة بالقانون الانتخابي ويضم لنا ضيفانا من تونس عبد الحميد بن مصباح الباحث في الشؤون القانونية والدستورية وفاضل الطياشي الكاتب والباحث السياسي اهلاً بكم معنا في حصة مغاربية سيد عبد الحميد بن مصباح ما هي نقاط قوة قيس سعيد كي يستمر في التحليق في الصدارة في كل استطلاعات الرأي بهذا الشكل تقريباً الرئيس قيس سعيد فهم نبض الشارع وتفاعل معه النبض الشارع التونسي في حالة حنق وفي حالة رفض لكامل المنظومة السياسية التقليدية القديمة بشقيها سواء كانت المنظومة الحاكمة او المنظومة المعارضة وزادتها ربما المشهد البرلماني زاد من بين ظفرين قرف التونسيين من الساسة ومن السياسيين ومن مشهد السياسي الرئيس قيس سعيد اشتغل على هذه المعطيات من خلال تقديم برنامج يستند إلى برنامج بديل لكامل المنظومة أي أن الإصلاح لا يكون من داخل المنظومة وإنما بإحلال منظومة كاملة محل المنظومة التقليدية القديمة وهذا ما ربما قاد إلى كثير من التعاطف من قبل التونسيين ووصلت النسبة الرضاء إلى أرقام قياسية ربما منقطعة النظير ولم يشهدها التاريخ التونسي على الأقل المعاصر والحديد رغم هذه الأرقام القياسية التي أشرت إليها وذكرتها سيجما كونساي أسأل هنا فاضل الطياشي يلاحظ بأن هناك تراجع نسبي في نسبة ثقة الشعب التونسي في الرئيس قيس سعيد الرئيس سعيد خسر عشر نقاط مئوية كاملة في شهر واحد بما تفسر هذا التراجع نعم مساء الخير هو هذا التراجع يمكن أن يفهم يعني ببساطة ربما تأخير قيس سعيد أو تأخر قيس سعيد في مواصلة تنفيذ مخطته والأعلان عن مزيد من الإجراءات بعد ما أعلنه يوم 25 جوليا يعني الآن تقريبا تمر شهران على موعد 25 جوليا الماضي إلى حد الآن يعني قيس سعيد لم يخطو خطوات واقعية على أرض الواقع ربما منذ قليل يعني في خطابه الليلة يعني قدم بعض التوضيحات وقدم بعض التلميحات لما سيقدم عليها في المرحلة القادمة لكن تيلة الشهرين الماضيين كان هناك شيء من الغموذ وهذا ربما قد يفسر يعني هذا التراجع التفيف يعني في نواية التصويت لقيس سعيد لكن بشكل عام يعني النسبة تبقى دائما محترمة وكما قلنا منذ قليل يعني في خطابه في جهة سيدي بوزيد قد يستعيد قيس سعيد هذه الشعبية وقد ترتفع شعبيته بعد هذا الخطاب ولو أنه كما قلنا يعني لم يوضح يعني لن تتراجع برأيك فقط أعطى ألا تعتقد بأنها قد تتراجع لا سترتفع أكثر يعني بعد خطاب اليوم يعني كان واضحا في بعض المسائل قال أنه سيعدب أحكام انتقالية وسيتم التعليق العمل بالدستور حسب مفهمة من خطابه ستقع المحافظة فقط على باب الحريات والحقوق لكن الدستور سينقح من جانب يعني النظام السياسي وسيقع الدخول إلى نظام سياسي جديد إلى جانب تنقيح القانون الانتخابي أيضا هذا القانون الذي يعني كان سبب يعني كل المشاكل التي حصلت تيلة العشر سنوات الماضية في تونس على مستوى البرلمان ومنظومة الحكم والشعب يعني كان عبر مرارا عن قلقه من هذا النظام السياسي واليوم يبدو أن قيس سعيد كان حاسما في هذا المجال سيتم تغيير النظام السياسي في الفترة القادمة وكذلك النظام الانتخابي فيما يتعلق فيما يتعلق بالقراءات للانتخابات أو لنواية التصويت في الانتخابات التشريعية سيد عبد الحميد بن مصباح الدستور الحرب ما يزال يتصدر بل ربما حتى زاد من خزانه الانتخابي بضعة نقاط مئوية نلاحظ بأن حركة النهضة موجودة في الحد الأدنى قلب تونس النهار كليا أقل من واحد في المئة برأيك إذا ما أجريت انتخابات تشريعية في تونس هل ما يزال هناك فرصة أمام حركة النهضة كي تنافذ الدستور الحر مثلا بالنسبة إلى حركة النهضة المسألة في تقدير حسيمة حركة النهضة استفادت تاريخيا من تقاطعات إقليمية وداخلية الآن حالة انحصار للإسلام السياسي في المستوى الدولي وفي المستوى الإقليمي وآخر قلاعة الحركة الإسلامية في المغرب التي منيت بهزيمة تاريخية لم يبقى الآن للإسلام السياسي من حليف تقريبا إلا النظام التركي وبدرجة أقل ربما النظام القطري حتى الإدارة الأمريكية في طريقها إلى أن ترفع يدها عن ابنها المدلل الممثل في الإسلام السياسي الذي دعمته في فترة ما وكانت وراء صعوده في فترة ما هذا على المستوى الدولي والإقليمي على المستوى الداخلي أيضا حركة النهضة قد أنهكته أو أنهكتها أشغال الحكومة وعندما تقدمت إلى المختبر الفعلي للممارسة السياسية فشلت فشلا ذريعا ولم تتمكن طوال هذه السنوات العشر من أن تخفي إخفاقاتها هذه الإخفاقات التي صارت بيّنة للنخب السياسية والأهم أنها صارت بيّنة لعموم الشعب وعموم الناخبين وللخزان الانتخابي التقليدي لحركة النهضة المتمثل في الفئات الشعبية وفي محدودية ربما المستوى التعليمي والمستوى الثقافي هذا من جهاء إذن حركة النهضة في تقديري لا أمل لها في أن تعود إلى الصدارة وإن كانت ستحافظ على موقع يناهي أو يناسب ربما هذه النسبة نسبة 12% أو أقل بكثير أو أكثر بكثير لكن سيد بن اسبعيل حتى لو غيرت اسمها أو انشق جزء منها وكون حزب جديد ما تزال حضودهم دنيا القطار قد فات لمثل هكذا مرحلة ربما لو حدث هذا قبل سنة أو قبل سنتين لربما كان جائزا وحركة النهضة تاريخيا تمكنت من أن تغير اسمها والمشهد يذكر بمشهد ما بالنظام التركي وخروج حزب أردوغان من جبة نظام حزب أربكان ولكن الوقت كما قلت تأخر الآن والناخب التونسي قد فهم الصورة كما هي ولا أمل لحركة النهضة في أن تعود متصدرة في ظل سعود قوتين رئيسيتين مهمتين هما حزب الدستوري الحر من جهة وما استلح على تسميته الآن في استطلاع الرأي بحزب قلب تونس وهو ربما القوة السياسية التي ستكون داعمة للرئيس قيسعيد أو سيكون الرئيس قيسعيد داعمة لها لكن سيد فضل الطياشي هناك من يقول بأن نسب التصويت لصالح حركة النهضة سوف ترتفع إذا ما أجرت انتخابات تشريعية بحيث تستفيد حركة النهضة من أصوات داعمي وموالي ائتلاف الكرامة سوف يقدم ائتلاف الكرامة ناخبه للنهضة في حال أي تنافس تشريع قادم إلى أي درجة هذا السيناريو يمكن أن يحدث وإلى أي درجة يمكن أن يرفع تصديف حركة النهضة؟ نعم هو كلا الحزبين كان شركين في الحكم يعني في منظومة الحكم السابقة حركة النهضة وإئتلاف الكرامة يعني ولكن خاصة خلال الأشهر الأخيرة وخلال العام الأخير يعني خلفوا انتباعات سيئة لدى التونسيين يعني حول طريق التسيير الدولة حول العمل داخل البرلمان حول يعني عدم تحقيق انتظارات التونسيين وتلبية طموحاتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى غير ذلك يعني الشعب التونسي لن ينسى بسهولة ما حصل له خلال العشر سنوات الماضية وخاصة خلال العوام الأخيرة والحكم كانت تحت مسؤولية حركة النهضة صحيح النهضة تقول أنها لم تكن شريكا فعليا يعني في الحكومات لكنها كانت تمارس الحكم وكانت متحالفة مع كل رؤساء الحكومات تقريبا وكانت الحزب الأقوى في البرلمان هذا كله سيخلف لدى الشعب التونسي ربما البحث عن خيارات بديلة البحث عن أطراف سياسية أخرى تحقق له تموحاته في الفترة القادمة وفي السنوات القادمة لذلك من المستبعد وأن حركة النهضة قد تحصد أصوات الأصوات التي كانت تحصيدها في السنوات الفارتة أو حتى أقل بقليل يعني خاصة في ظل كما ذكرنا سابقا يعني ارتفاع شعبيت الرئيس قيس كذلك سعود حزب الدستوري الحر يعني كلها عوامل يبدو أنها لن تكون في صالح النهضة ولا حتى انتلاف الكرامة رغم الدعم الذي قد يقدمه للنهضة في الانتخابات التشريعية القادمة شكرا لكم من تونس فاضل الطياشي الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد بن صباح الباحث في الشؤون القانونية والدستورية شكرا لكم